ربنا يكون مع أهلينا داخل القطاع قلوبنا معاهم ودعاءنا ليهم وربنا يكون مع كل فلسطيني موجود على الأراضي الفلسطينية دلوقتي وكل حد خسر أهله وخسر حبيبه داخل غزة قلوبنا جميعا معاهم مشاهد صعبة ولقطات يعني صعب إن إحنا نتحملها ونشوفها ندعو العالم كله أنه يستجيب لمسألة المساعدات الإنسانية ودخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة لأنه هذا الوضع مأسوي وخطير وغير مسبوك هذا التصعيد اللي بيحدث في غزة الحقيقة يعني ينذر بوضع كارسي على أكثر من مليون مواطن داخل القطاع يجباروا على ترك منازلهم ويجباروا على النزوح حصار غير أدمي لا يعرف للرحمة وللإنسانية أي يعني معنى الأعداد بترتفع أعداد الشهداء وأعداد المصابين حتى الأطقم الطبية اللي بتصعف المصابين بيتم ضربهم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي وده احنا شفناه شفنا أعداد المصعفين اللي بتتزايد استشهاد عشر مصعفين لحد النهاردة من يتحمل هذا؟ كيف يتحمل الشعب الفلسطيني ما يحدث داخل غزة؟ والساعات القادمة ماذا يحدث فيها الحقيقة؟ قلوبنا مع أهلينا في غزة كل المصريين اللي من مبارح بدروا وجيروا علشان يتبرعوا بدمهم علشان يوصل لأهلينا في غزة الدولة المصرية والقيادة السياسية المصرية اللي قالت للعالم كله بمنتهى الوضوح إنه الموقف المصري سابت من القدير الفلسطينية الشعب الفلسطيني لابد أن يتمسك بأرضه وأيضا لابد أن نساعد هؤلاء الفلسطينيين علشان يقدروا أنهم يدفعوا عن هذه القضية القدير الفلسطينية اللي تولدنا على الأرض دي عارفين أنها قضية محورية ومركزية بالنسبة لنا قضية شعبية كل واحد فينا جوه بيته النهاردة قلبه موجوه وقلبه بيتقطع بالنام ونصح على هذه المشاهد الصعبة داخل غزة ويمكن يعني ممتظرين هذا العالم الصامت أمام ما يحدث في غزة أن يتحرك إلى أي مدى الناس دي هتفضل صمدين كده مع انقطاع الكهرباء مفيش مية ست أيام بطاريات خلاص كلها بتخلص القطاع الصحي في تدور مستمر لحد إمتى لحد إمتى الناس دي هتفضل تستحمل الحديث عن اجتياح بري وحشود إسرائيلية حديث مرعب ومشاهد يعني إحنا مش عارفين نتحملها الوضع في أرض الواقع عامل إزاي حتى الأطقم الإعلامية اللي بتحاول تغطي ما يحدث بيتم استهدافهم ده مش ضربة عشوائي أعتقد ده استهداف لهذه الأطقم الإعلامية علشان يعني يتم تعطيم المشهد على ما يحدث في غزة قلوبنا مع أهلينا في غزة دعاءنا مستمر الجهود المصرية أنا متأكدة أنها مستمرة لحظة بلحظة لوقف التصعيد اللي بيحصل في غزة إن شاء الله يعني الموقف يتغير للأحصى لأنه هذه الحرب الوحشية اللي بتحصل داخل القطاع وهذه الإبادة الجماعية لهذا العدد من البني أدمين مش مهم هم جنسيتهم إيه اللي بيحصل ده والعالم والغرب اللي كان منطفد لما يحدث في أوكرانيا ليه النهاردة لا ينطفد لما يحدث في غزة ويرمو هذه المسئولية على ما حدث منها جماء هجم أخيرة لحماس على إسرائيل ربنا يسلم أهلينا داخل القطاع ربنا يسلم الأطفال والنساء والمدنيين لأنه هذه الحرب الوحشية ودائرة الانتقام لابد أن يخرج منها الأطفال مشاهد الأطفال توجع القلب ياريت لو نقدر نخديهم لحد ما دي الحرب تخلص طفل اللي تولد وعاش كل ده وشاف بيته بيته بيتهدى على راسه وأبو بيروح منه ولعبوا مرمية في وسط كل الدمار ده المفروض يشوف العالم إزاي ما هو محدش شايفه ربنا يسلم إن شاء الله الساعات القادمة تحمل وقف لإطلاق النار ويصغى العالم لما يحدث وينظر بعين عادلة لهذه القضية الفلسطينية ولهؤلاء الناس ربنا يسلم أهلنا في غزة ويسلمنا جميعا دمتم بقى الفخير